تشهد هذه الصور على حالة الهلع التي أصابت عناصر النظام المتحصنة داخل منطقة خان العسل غرب مدينة حلب نعم إنها ترصد فرار العناصر ويقول ناشطون في هذا التوقيت تحديدا تمكن الثوار من قتل العميد حسن يوسف حسن قائد عملية قوات النظام في خان العسل وهو ما أفقد عناصره اتزانهم الأنباء تفيد بمقتل أكثر من خمسين عنصر للنظام في بلدة السماقية على يد الثوار وهي آخر نقاط النظام في القسم الجنوبي بخان العسل وتتعاقب الأحداث سريعا بعد إعلان الثوار إطلاق الجولة الخامسة من معركة المغيرات صبحة للسيطرة على القسم الجنوبي وجمعية الصحفيين الأحداث الأخيرة تأتي صورها بالقرب من شمال خان العسل بعد أن تقدم الثوار باتجاهها وهنا ما تبقى للنظام من هيبة في المنطقة وهي تنكسر تحت هجمات الثوار التي أعطبت له مدرعات عدة ودبابة سقوط شمال خان العسل يعني تحديدا أن الثوار سيطروا تماما على مدخل الطريق الرئيسية التي تربط حلب بدمشق بمحافظات أخرى وذلك بعد سيطرتهم منذ أيام على حي الراشدين الذي يقع في الجهة المقابلة لخان العسل كما أن سقوط المنطقة الشمالية يضيق الخناق أكثر على عناصر نظام المتمركزة في جبل الشويحنة وبالتالي تلوح إحرازات أخرى للثوار قد تشهدها الأيام القليلة المقبلة في الريف الشمالي للمحافظة